اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه قبل ان تنزل التوراة قل فاتلوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فمن افتغى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الضادمون قل صادق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشرفين ان اول بيت موضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا اهدى الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا اهدى الكتاب لم تسقدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين قلتوا كتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعكص بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا قصرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تريض وجه وتسبد وجوه فأما الذي يسبدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهرون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يغرركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون غربت عليهم الظلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغض من الله وغربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصف وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون خير فلن يكفره الله عليهم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كما فرد فيها صر أصابت أرسقوا من ظلم أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطعنة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغواء من أفواههم وما تخفي صدرهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعطلون ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ها أنتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله ها أنتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعطلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا أرضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موت بغيظكم إن الله عليم بذات الصدود إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبعكم سيئة يطرحوا بها وإن تصبعوا وتتقوا لا يغركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبرئ المؤمنين مقاعد بالقتال والله سميع عليهم إذ هم الطائفة منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصاركم الله ببدل وأنتم أذن الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من زليم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا غائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكاء الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء غعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والغراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولم يصرزوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة للربهم وجنات كجرين تحتها الأنهار قالدين فيها ونعم أجر العابدين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس بهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين إذن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداملها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت قبله الرسل أفإما تأقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه لبيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما غعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا غنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الضعب بما أشعطوا بالله ما لم ننزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر بعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل عالمين إذ تصعدون ولا تلبون على أحده والرسول يدعوكم في أخراكم فأفابكم غمما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يهدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مغادعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحرص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعر ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا غربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فغى غليظ القلب لن فغوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت لهم لا يظلمون أفمن اتبع لغوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي غلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أبي دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يبتمون الذين قالوا بإخوانهم وقعدوا لو أطارونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فرده ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رغوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم خافوا إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يغضوا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يغضوا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينيز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطدعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخدون بما آتهم الله من فرده هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطرقون ما بطلوا به يوم القيامة ولله يغراف السماوات والأرض والله بما تعملون خبيل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قعدوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقضبان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذنوا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله مثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبروه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديين نادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا جنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على غسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب له ربهم أني لا أغيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثبابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغطنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزدا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتعون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم غطيبا وآتوا لتما أموالهم ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصي طعوف الليتاما فانكحوا ما طبلكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أبناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقتهن نحلة فإن خبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تتصفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غليا فليستعفف ومن كان فطيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله أسيبا للذيال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والإنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حغر الكسمة أولو القرباء واليتاما والمساكن فرزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو ترقوا من خلفهم ذرية ضعافا قافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما غلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله أكبر ينصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ماترا وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وبرسه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية وصيبها أودين أباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فرغة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهم ولد فلهم الربع مما ترك لهم بعد وصية ينصين بها أودين وإن كان غدل يراث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخط فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية ينصى بها أودين غير موضع وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تيدي من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا حالدا فيها وله عذاب مهين واللات يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تبى وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا ضحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضار أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعترنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا نساء كرها ولا تعغلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أشغى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ساقا غليظا ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومخة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وأمهاتكم التي أغرعنكم وأخواتكم من الضراعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تقولوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحدائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما